أرسيلة بوندرلاين قالت أنه في تويتا قالت في شهر مارس فتحنا قالت تساعدني أن أكون في القاهرة لحضور مؤتمر لاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومصر وقالت في شهر مارس فتحنا فصلا جديدا من شراكتنا اليوم نقوم بالتواصل نحن نستثمر في إمكانات الطاقة النظيفة في مصر في مهارة الشباب في إصلاحات من أجل اقتصاد ديناميكي يدعم بقيمة مليار دولار وتم توقيع اتفاقية هما الاتحاد الأوروبي في شهر مارس اللي فات شهر مارس اللي فات عملوا إيه قالوا أنه إحنا ندي مصر 7.4 مليار يورو 7.4 ده حاجات بقى منح وقروض مخففة إلى آخره النهاردة تم التوقيع على مليار منهم مليار يورو من أصل 7.4 مليار يورو أقرها الاتحاد الأوروبي في بروكسل كحزمة مسانعدات ومساعدات وقروض ومنح لمصر لإقالتها من عثرتها المالية والدولارية خلال الفترة الماضية النهاردة تم وضع النقاط على الحروف والنهاردة أول مليار يورو بيتم التوقيع عليهم زي ما حالك شايفين كده بين الجانب المصري والجانب الأوروبي طبعا يعني النهاردة رئيسة المفاوضية قالت إن شركات أوروبية هتوقع أن أكتر من 20 مذكر تفاهم وهتتجاوز قيمتها يعني حوالي 40 مليار يورو و40 مليار يورو ده في اليوم الأول يعني المهم في بيان صدر من وزارة التعاون الدولي وبيان آخر صدر عن وزارة التخطيط والترمية الاقتصادية والحقيقة يعني البيانات الصادرة ووزيرة التعاون الدولي تكلمت ووزيرة التخطيط تكلمه وتكلمه الحقيقة بشكل راقي جدا وبشكل معتبر ومنمق ومنظم وفعلا رسالة مصرية إلى الأوروبيين احنا بنعمل إيه احنا بنعمل إيه شرحة الدكتورة راني المشاط شرحة وافية حقيقي منضبط على الشراكة بين مصر وبين التحال الأوروبي وفيه 5.5 مليار يورو خلال الفترة الماضية والفترة القادمة يكون فيه عندنا أفاق أخر للتعاون والتعاون متعدد الأطراف كلمة كلام رائع جدا راني المشاط وأيضا الدكتورة هالة السعيل اتكلمت أيضا كلام منضبط جدا على دور صندوق مصر السيادي وعلى الإصلاحات الهيكلية الموجودة في الاقتصاد وعلى تمكين الخطاع الخاص وعلى توسع ويدرورة توسع الدولة في الإسماعات خلال الفترة الماضية سواء في البنية التحتية أو في فترة الكوفيد يعني الحقيقة النهاردة شرحت الوزيرتين شرحته النهاردة شرحا وفيا لكل ما كان يدور فيه رؤوس وادهان الأوروبيين المتوجدين في القاهرة ترجمة نانسي قنقر